سلام عليكم ورحمة الله موجز لهم الأنباء أهلا بكم استشهد طفلة بانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوث الإرهابية في الريف الغربي لمدينة التعز وفقا للمرصد اليمني للألغام وقال المركز في بيان على تويتر إن طفلة في الخامسة عشرة من عمرها تدعى بشيرة أحمد زالم استشهدت جراء انفجار لغم الأرضي زرعه الحوثيون في جبل الرونة بمدرية الوازعية غرب تعز وذلك أثناء رعيها للأغنام طالب نائبان الجمهوريان كلوديا تيني وجو ويلسون بالرجوع عن قرار شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب وذلك ضمن حملة لهما ضد رفع الميليشيا المدعومة من إيران من القائمة الأمريكية وقال نائبان في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين تضمن توقعات عدد من النواب قال إن قرار رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب خاطئ ويبعثوا برسالة خاطئة وشطبهم من القائمة بدد السلامة في المنطقة أصيب عنصر على الأقل في اشتباكات بين مسلحين من ميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا في محافظة أرخبيل سقطرة وقالت مصادر محلية لما الشباب اشتباكات وقعت بين عناصر استقدمها الانتقالي من خارج سقطرة تابعة لما يسمى باللواء الأول مشات بحرية اليوم الأربعاء إثرى تبادل لإطلاق النار ما أصفر عن إصابة أحد العناصر المسلحة دون ذكر مزيد من التفاصيل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء في خمس محافظات ووفقا للتقرير الذي نشرت ودارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في الوزارة جاءت حضر موت في قائمة المحافظات التي شهدت أعلى معدل إصابة يومية بواقع 53 حالة تلتها تعز التي سجلت 32 إصابة في حين تم تسجيل 6 وفيات بالوباء في كل من تعز والمهرة وحضر موت وشوة إضافة إلى تسجيل تسع حالة تعاف في محافظتي المهرة وحضر موت أطلق وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح تطمينة بشان اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي تسلمت الوزارة أولى شحنة منه اليوم الأربعاء ودعا إلى جميع الفعاليات الرسمية والشعبية للإسهام في إنجاح حملة التحصين وأكد الوزير بحيبح خلال تسلم الدفعة الأولى من اللقاح أن اللقاح ناجع وآمن مشيرا إلى انطلاق حملة التحصين خلال الأيام القليلة القادمة نهيته هذا الموجز إلى اللقاح اشتركوا في القناة